بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نحييكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في برامج التربية الفكرية في هذا اليوم المبارك نبدأ معكم بمشيئة الله تعالى درسنا لهذا اليوم باستعراض اللوحة التعريفية لدرس هذا اليوم أولا الصف والمرحلة هو الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني مادتنا لهذا اليوم هي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع درسنا لهذا اليوم هو عن قدوة البشرية صلى الله عليه وسلم اسم المعلم ومحدثكم الأستاذ محمد القرني أبناء الطلاب دائما في بداية كل درس نأمل من الجميع بالاستعداد للدرس بأخذ التعليمات الهامة بأن تكون الأسرة الكريمة تساعد على تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب المدرسي للطالب والطالبة والأدوات اللازمة والاستعداد لبدء الدرس نبدأ جميعا درسنا لهذا اليوم بالتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة البشرية قدوة البشرية الوحيد هو صلى الله عليه وسلم هو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونتعرف على اسمه أولاً من هو النبي نسبه؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب وقبيلته اسمها قبيلة قريش إذن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله أحسنتم يا ابنائي اسمه محمد بن عبد الله وهو نبينا عليه الصلاة والسلام واسم والد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو عبد الله بن عبد المطلب أبوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب إذن نعرف هذا الاسم ونحفظه جيداً هو محمد بن عبد الله بن عبد المطالب طيب يا ابنائي ما هي اسم والدة الرسول صلى الله عليه وسلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب آمنة بنت وهب إذن تعرفنا على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اسم أبيه وعلى اسم جده اسمه محمد واسم أبيه عبد الله واسم جده ماذا يا ابنائي عبد المطالب أحسنتم اسم والدة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم هي آمنة بنت وهب إذن يا أبنائي نستعرض الآن بطاقة لإسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملا هو اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبنائي متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ولد يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل عام الفيل مكان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أين يا أبنائي في مكة المكرمة أين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة اسم أمي كما ذكرنا لكم آمنة بنت وهب وكان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين وكنيته أبو القاسم كان أكبر أبنائي هو القاسم وكنية باسم أبي القاسم إذن يا أبنائي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أحسنتم نعم اسمه محمد نبدأ جميعا هي تلوين اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسنتم نبدأ بأخذ الألوان وتلوين اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تشاهدون في النشاط في الكتاب المدرسي لديكم نبدأ تلوين اسم خير البشرية جميعا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا جميعا إذن نلون اسم محمد أحسنتم وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم بارك الله فيكم إذن اسم النبي هو محمد أحسنتم تبدأنا الآن في تلوين اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسنتم بارك الله فيكم إذن ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم اسمه محمد أحسنتم انتهينا الآن من التلوين طيب صل صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنتصف تشاهدون وهذه الصفات التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نقتدي بها كان رحيما كان رحيما كان من صفاته الرحمة إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الرحمة وكان من صفاته أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته ماذا الذي يجب أن نقتدي بها الأمانة الأمانة يجب أن الإنسان يكون أمين وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كما ذكرنا بالصادق بالصادق الأمين أحسنتم إذن من صفات النبي أيضا الصدق كان لا يكذب صلى الله عليه وسلم إذن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الصدق وأيضا من صفاته ماذا يا أبنائي التواضع أحسنتم كل هذه الصفات يجب أن نقتدي بها ونفعلها اقتدام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجب على أحد أن يتكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وهو خير البشرية هو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم إذن كان أفضل البشر متواضعا لا يتكبر فإذن يجب أن نقتدي به وكان صلى الله عليه وسلم أيضا من صفاته ماذا يا أبنائي كان كريما يبدل ويعطي حتى لو كان لا يملك إلا ثوبه وردائه فكان صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أكرم وأفضل وأسخى ما يكون في شهر ماذا يا أبنائي في شهر رمضان كان صلى الله عليه وسلم كريما إذن وأيضا كان شجاعا وليس جبانا صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان شجاعا ولا يخاف في الله لو متلائم إذن هذه الصفات صفات نبي رمحمد صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نقتدي بها فلا يجوز أن نتباغض ونتقاطع وأن نكون رحماء ببعضنا وكذلك الأمانة ونؤدي الأمانة إذا أتمنا أحدنا على أي شيء أن يعيد هذه الأمانة لأصحابها وكذلك الصدق فالكذب لا يجوز بحق المسلم وكذلك التواضع فالتكبر والترفع عن الناس لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وهو يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال درة من كبر فإذن التواضع هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الكرم فلا يجوز أن يبخل الإنسان على من حوله على نفسه ويكون كريما والشجاعة والشجاعة أن يكون الإنسان شجاعا في قول الحق وفي فعل الحق دائما ولا يخاف في الله لو متى لائم إذن هذه أبنائي بعض صفات قدوة البشرية محمد صلى الله عليه وسلم إذن أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في النشاط في الكتاب المدرسي لديكم لون الدوائر التي تحمل صفات النبي صلى الله عليه وسلم نشاهد صفات التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات الصدق أحسنتم ومن هذه الصفات أيضا الشجاعة كما ذكرنا لون أحسنتم أيضا الكرم أحسنتم باركة والتواضع أحسنتم لون الدائرة بالكامل والأمانة أحسنتم وأيضا الرحمة هذه صفات خير البشرية التي يجب أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله فهذه الصفات التي يجب أن نتعلمها من درسنا عن قدوة البشرية صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاكم في الدرس القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته